اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الضيوف الكرام الحضور الكريم الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أجمل تحية في هذا الصباح المبارك وأرحب بكم باسمي وباسمي أسرة الفرقان للتراث الإسلامي وعلى رأسها معالي الشيخ أحمد زكي يماني أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المؤتمر الموسوم بالقرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين في نسخته الثانية المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة فرقان التراث الإسلامي من خلال مركز دراسات المخطوطات الإسلامية أيها الإخوة والأخوات ما أجمل أن نفتتح ونبتدئ هذا المؤتمر ونحن في لحظات ذكرى مولد الهادي صلوات الله وسلامه عليه فصلوا وسلموا عليه تسليما أيها الإخوة والأخوات لقد التقينا في هذه المدينة الطيبة العريقة قبل عامين وافتتحنا موضوعا شريفا ومهما ألا وهو موضوع المصاحف المخطوطة وقد تم التطرق في ذاك المؤتمر الأول الذي كان ضمن سلسلة مؤتمرات مركز المخطوطات تم التطرق إلى محاور كثيرة في الفترة الممتدة من أربعة عشر قرنا تقريبا منذ أن كان القرآن الكريم وحيا منزلا إلى أن استقر الأمر في أيامنا هذه بالمصاحف المتداولة تم التطرق إلى موضوعات كثيرة ومحاور كثيرة إلا أن أمورا كثيرة بقيت دون التطرق إليها وعقد العزم في آنذاك أن نتمم هذه العمال بنسخة ثانية في العنوان نفسه وها نحن اليوم نجتمع لنفتتح هذا المؤتمر المبارك لكي نواصل هذا التجوال والترحال في رحاب الوحي الكريم ويسعى المؤتمر اليوم أيها الإخوة والأخوات إلى إتمام المحاور التي لم تنجز وإلى إلقاء مزيد من الضوء في شتى الموضوعات المتعلقة بالوحي الكريم كما ذكرت منذ أن كان وحيا منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرحلة تدوينه فجمعه فنسخه فانتشاره وكل ما يتعلق برسم المصاحف وأمور الضبط إلى أن استقر الأمر على ما هو عليه من قراءات مشهورة مروراً بمسألة رخصة الأحرف السبعة لكن المؤتمر بالإضافة إلى هذه الجوانب تسعى إلى أن تلقي الضوء وتجيب على كثير من المسائل التي تثار بين حين وآخر وخاصة أن تجيب على بعض الشبهات التي تثار كذلك بين حين وآخر التي ما فتئت تحاول أن تنال من القرآن الكريم بإثارة النعرات والشبهات حول وحدة النص القرآني وصحته وصحت تواتره وكل ما يتعلق بذلك ولا يخفى عليك أن كثير من هذه الإدعاعات لا تستند إلى دليل بل هي تبقى في حيز التشويش وأقصى ما يقال أن كثير من هذه الشبهات تثار بناء على بعض الطروس أو بعض الرقوق التي وجدت هنا وهناك أمور هي من الطبيعي جدا أن تحدث في كل ما هو مكتوب ومخطوط لذا فنحن اليوم وغدا إن شاء الله في موعد مع بحوث دسمة ومحاضرات قيمة تلقى من كوكبة من العلماء الأجلاء العلام في هذا المجال الذين سيتحفوننا من علمهم وتجربتهم بغية توضيح أو إلقاء مزيد من الإضاح على هذه المسائل كما أننا نسعى من خلال هذه المؤتمرات وبالأخص المؤتمر الماضي وهذا المؤتمر بحيث نخرج بمجموعة من البحوث تجمع فيما بعد في ربما موسوعة ميسرة مصغرة تكون مرجعا ومصدرا لكل من هو مهتم في هذا المجال وربما قد نسعى إلى أن تترجم هذه العمال أو مختارات من هذه العمال كي تقدم إلى الجمهور الأوسع باللغات الأخرى حتى تكون مستندا لمن هو مهتم في هذا المجال بإذن الله تعالى ونحن سعداء جدا أن مؤتمرات من هذا القبيل ولو أنها تقام في غرف مغلقة كما نحن اليوم لكن صداها تنتشر في مبعاد نحن عادة ما نراهن على التصوير الذي يتم لهذه العمال وقد رأينا أن المؤتمر الأول انتشر بسرعة وبكثرة من خلال القناة الخاص بالمؤسس على اليوتيوب كما أننا سعداء جدا أن عمال المؤتمر الأول طبعت ونشرت وانتشرت ونفس الأمر سيتم هذا المؤتمر بإذن الله تعالى حتى يعم النفع بإذن الله تعالى ونصل إلى المبتغى الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى وفي هذا المقام دون أن نطيل عليكم أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان العميق إلى كل الأساتذة الجلاة الذين تحفوننا في المؤتمر الأول وفي هذا المؤتمر الذين تجشموا عن السفر وعثاء السهر كذلك فجزاهم الله كل خير على ما قدموا وما سيقدموا كما أشكركم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم معنا والشكر موصول إلى اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر أخص بالذكر أخي الأستاذ محمد ريوش الذي حقيقة بدل الكثير في الإعداد والترتيب لهذا المؤتمر فجزاه الله كل خير وكل فريق مؤسسة كذلك الأخت آية الماوي كذلك حاولت وبذلت الكثير كما أشكر الأخ حسين يوردرون وفريقه المحلي هنا في إسطنبول الذين كان له دور كبير حقيقة في الترتيبات الأجارية والشكر موصول كذلك للإخوة الذين يغطون إعلاميا هذا المؤتمر فجزاهم الله كل خير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح التام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه متمنيا لكم مؤتمرا نافعا وماتعا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا قبل أن أختتم تماما حقيقة نحن سنبتدئ بعد قليل بالجلسة العلمية الأولى بحيث نخوض في صلب الموضوع لكن قبل أن نبدأ بالجلسة الأولى أدعوكم إلى استراحة شاي على شرف الضيوف الكرام وأذكركم أننا سنبدأ الجلسة الأولى على الساعة الحادية عشرة على التمام والكمال إن شاء الله يشريفنا برئاسة هذه الجلسة العلمية الأولى مع لي الأستاذ الدكتور أكمال الدين أحسن أولو وسيكون من بين المحاضرين في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور غاني مقدوري والأستاذ الدكتور عادل أبو الشعر وأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي والموضوعات رأيتموها في البرنامج فنسأل الله أن تمر هذه الأعمال على أحسن ما يرام وتفضلوا الآن إلى استراحة الشاي ثم نعود إلى الساعة الحادية عشرة يرجوكم إن شاء الله لكي نبدأ على الوقت والسلام عليكم اشتركوا في القناة